بسم الله الرحمن الرحيم هذه الزيارة والسيد الوالد بصالة عن نفسي ونيابة عن المؤمنين الذين احطرهموا من الزيارة بسبب لو العقارب من حرفة فرجوه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمى بسم الله الرحمن الرحيم عطم الله أجر المؤمنين والمؤمنات باستشهاد الولي الصالح والحق الفاني السيد الوالد والمجلي تقدزت أسرارهم أستغل هذه بفرصة بعيدا عن من أبغبنا هذا الصد وعن من غالى في حبنا هذا الصد فأقول إذا قالوا يا الله تعالى أنت قلت اتخذوني إماما فوجيه سبحانك يا ربي ما يكون لي أن أقول ذلك ما يكون لي أن أقول ذلك من قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك بل كل من انتعار من إمام المهدي فهو عدو الله وعدو هذا الصد وعدوي على وجه الخصوص بل وكل من خذلني بإبعاد هذه الشوهة عني ولم يقاطعهم فهو ليس مني في شيء إلا إذا تاب وأصلح واتقى والله أبو المتقين ولا تربة للمتعين وإن قال لي والدي أأنت ادعيت بأدنك الإمام المهدي فأجيبك يا سيدي ما كان لي ولا ينضغي لي ولا يحق لي ذلك فإنها لكبيرة وفيها ظلم عظيم من الإمام المهدي عدر الله تعالى فرضه وكل من اتعار من الإمام المهدي فهو عدو وعدوي وليس من أتباعنا على الصد سيدي إن اتذلتهم وما يدعون لأنهم غير مستحقين لوجودنا بينهم ومعهم ولم يدعي بأنني المصدر الأليم أقول لا تشوه وجه الإصلاح والمستحيل فما أريد أن أكون جبارا في الأرض وما أريد أن أكون من المفسدين ولا مع الفاسدين لا في داخل التيار ولا صارته وما أكثر فسادا أن يدعى أن يدعي الفرد الإمامة وما أكثر فسادا أن تدعون لذلك فإن رضيتم بقائد إصلاحيا غير مشتهد ولا معصول ولا إمام فأهلا بكم وإلا فهذا فراق بيني وبينكم إلى يوم الدين ثم أريد أن أنوه أن الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت إلى حرب عقائدية فهذا جيد الفاسدين والمنشقين وتدعمهم أياد خارجية شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر